أعبير بتسأل فضلتك هي عملت عمرة في سن صوير جدا 13 سنة وهي مش عارفة تعملها لمين في وهابتها لسدنا النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز أو تجوز العمرة في السن ده أصلا يا مولانا ولا لا أولا هي قامت بعمل عمرة عن نفسها هي بتقول إنها قدت العمرة عن نفسها يعني أسقطت الفرض لو كانت بالغة خلاص أسقطت الفرض لو كانت بالغة أسقطت الفرض وبعد ذلك قدت عمرة عن سدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهل ثواب العمرة يصل لرسول الله ده دليل محبة اللي احنا بدأنا به الحلقة العلماء لما تكلموا قالوا أن يجوز الإنسان أن يقوم بعمل العمرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويهب الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وده من الأعمال التي يصل ثوابها هي أدت العمرة عن نفسها ثم بعد ذلك خرجت للتنعيم بعدما تحللت وأحرمت بعمرة وهبت الثواب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأنها تعلقت برسول الله صلى الله عليه وسلم وشافت أن كل خير هي فيه إنها راحت وطافت حول الكعبة المشرفة والسعي بين الصفة والمروة السبب في ده كله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فهي عاوزة أقوليه هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أنا عاوزة أشكر سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فآمت بعمل العمرة فدجائز ولا حرج فيه أحسنت يا أستاذ عبيب وربنا يتقبل إن شاء الله من حضرتك كل الأعمال التي قمت بها